أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا ستيفان سيجور نيتانا ولا مستجدة الأوضاع في قطاع غزة أكد الوزيران على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وموصلة تكثيف التحركات الدولية لحث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة ووصولا لتحقيق الوقوف الدائم لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل مستدام ودون عوائق وجدد شكري التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في رفح الفلسطينية أو للتجاه نحو مزيد من التصعيد مؤكدا لالتزام من قبل مرصر وحرصها على موصلة دورها في الوساطة إلا أن الأمر يتطلب تحميل جميع الأطراف لمسؤولياتهم وتوفر الإرادة السياسية والتوقف عن السياسات التصعيدية والاستفزازية الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر